أهلا وسهلا بكم في قناتكم أسر النجوم كما عودناكم بجديد اليوم مش نحكي لكم على لطفي العبداللي اللي هاجم بقوة الممثل لمين النهدي أقبل ديما نشوفوه في خلافه مع ولده محمد علي النهدي احترم لمين النهدي لكن بعد ما تعدى في قناة الحوار التونسي في برنامج جودي تو مع أمين غرا لطفي العبداللي هاجمه واليوم هاجمه خاطر كان حاضر في تظاهر الفنانين متع حملة سيب الليل واستدع عابير موسي اللي كنا نعرف الخلاف بين لطفي العبداللي وعابير موسي بسبب مصرحية متاعه لمين النهدي هاب التصوير اللي التظاهرها كانت وكانت بجنبه عابير موسي يدافعوا على الفنانين لطفي العبداللي هاجم لمين النهدي وهاجم الفنانين لكل وقالهم اليوم ولت عابير موسي هي اللي تدافع للفنانين واصخر منهم من بينهم مصطفى الدليجي من العمارة وزازة والعديد من الفنانين الأخرين اللي كانوا مشاركين في التظاهرة هذه وقال لهم لكم في شلين خطر عبير موسي عمرها مكانة الدفع للفنانين وتهكم زاد على مصرحية المكة وزكية متعلمين النهدي واسخر منه وقال له احنا ديما اللوجه شكون هذي زكية واليوم عرفنا شكوني طلعت عبير موسي انتو ما اعطونا رايكم في كلم لطفي العبدالي ما تنسوش باشتركوا في القناة وتفعلوا جرس بشو سيكم الفيديو القادم